اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات بودكاست بيزنس اسهل معاكم طريق باتر كونتنت مانجر اد باشن بوينت ومحمد تهامي شفت المفاجأة؟ ملتا عادي المراد عادي محمد تهامي مستنى انا خلصت بفتة اصف عامل ايه انت رجل انتروفيرت وبتقول ان النتوركينج من اهم الحاجات اللي في البزنس كلمني انت ازاي بتعمل الموضوع ده وانت اصلا طبيعتك انت مش عايز تكلم حد بص هو مش في البزنس في الحقيقة متى لان هي سونة الحقيقة كده ربنا خلاها عشان نتعرف ان محدش هيبعارف كل حاجة لوحده ومحدش هيعرف يعمل كل حاجة لوحده فكلنا نحتاجين مساعدة بعض فمن هنا اهمية ان يبقى عنده فيه شبكة علاقات في حياتك بتخدمك بتسندك بتقف دهرك الناس بس بتبقى دايما بصع على موضوع الشبكة العلاقات ده من باب المصلح اه بالظبط لو ليه مصلح عندك هتعرف عليك لما عنديش هتعرف عليك ليه في حين ان هو الانتروفيرت بقى مسته ايه يعني في عوضوع النتوربينج ده هو علاقاته مش كتير بس كل علاقة بينهم بري ديب بشتغل عليك وهو ده المطلوب اوكي علاقة الانسانية هي علاقة انسانية قبل ما تجلب عليها المصلحة انا الشخص اللي انا هتعرف عليه ودخله دائرة علاقاتي لازم يكون اصلا انا بحبه مش اللي هو عصر على نفسي لمونة وان كان لك عند الكلب حاجة اقوله يا سيني مش كده فانت لازم تبني شبكة علاقات ولما بدكلم في البيزنس انت المجال اللي انت داخله او بتحبه او عايز تعمل فيه البيزنس بتاعك غير منطقي ابدا انت مكونش تعرف اي حد في المجال ده يعني غير منطقي صحيح طب ازاي يعني لا ان الوقت اللي احنا فيه ده التكنولوجي is dominating فانت بتتصور ان انا كل حاجة ممكن اعرف على الوحدي من الانترنت وانا على اللابتوب ومش محتاج اتعرف على بقى دمين ولا اي حاجة انا هسأل جوجل هسأل جهاز اي معلومة عايز اعرفها مش محتاج اي حد في حياتي اعز كورسات هاخدها مش محتاج اتعرف على البني ادمين ولا اكلم حد ودي طبعا ده خطر جد خطر جعلها على ولادنا حتى اللي هم يعني متأثرين جدا بسبب سكرينز فتنحتاج تبديل ترجع تاني للبني ادمين يعني العلاقات الانسانية لان التكنولوجي ممكن تديك المعلومة لكن لو احتاجت دعم معناوي مش هتدهولك صح لو احتاجت تحدي يديلك زقة ثقة في نفسك كده يقولك انت تقدر يشوف فيك حاجة انت مش شايفها في نفسك او متعرفاش عن نفسك فيه blind spots التكنولوجي مهما تعظمت هي معتمدة على الانبوت بتاعك فطول الوقت الانبوت بتاعك محدود تمام انا اللي بجزي التكنولوجي بسؤال بسأل عن حاجة عاوز استفسر عن حاجة بس يفرض ان فيه حاجة اصلا هتفرق معك جدا انت متعرفش اصلا ان هي موجودة تخطوش على بالك اساسا اساسا وانا انت حكيت للقصة دي يعني وانا في جيسي و جايد واحنا بأسس البيزنس بغير منطق ان انت بتعمل بيزنس لها علاقة بشترانك وما تبقاش لك علاقة برئيس الاتحاد المصري بشترانك يعني ما ينفعش فطولت معاه فقابلته انا بس عايز اعرفك ان احنا هنعمل كذا 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 واخد رأيك واخد يعني فرأيته بيقول لي لا انا عايزك تبعث لي جواب علشان ابعث لك جواب مختوم بختم الاتحاد ان احنا نعتمد كاديمية معتمدة انا اصلا وكنش عرف ان ده حاجة الطلب اصلا يعني دي اذا انا هفتح كذا كترانك يبقى لازم الاتحاد يديني جواب موافقة يعني فساعات النتوركينج والأراخات بيفتح لك blind spots انت حكيت مش شايفها اساسا مش شايفها ان هي موجود ولا التكنولوجيا هتخدمك لان التكنولوجيا هتخدمك بيزد على المعنوات اللي انت بتبعالها او المعنوات اللي انت بتبحث بيها على التكنولوجيا فلازم العلاقات انا عندي سؤال انا مفتح تتكره الله انا سألتك السؤال ده لما انا اخدت الكورس معك من سنين طويلة يعني بس انا لازم اسأله عشان اعرف انك يناس قاعدة حتى يوم اكيد بيفكروا في نفس السؤال ده اه اتحاد الشطرونج على رأسنا من فوقه طبعا الناس زي الفل ومحترمين بس هو يعني اتحاد الشطرونج ده كان نسبيا يعني اعتبر صغير طبعا الضغط على التواصل مع رئيس اتحاد الشطرونج يعني نسبيا هتلاقيه متواضع لو انا غيرت الجملة دي وقالت انا عايزك تكلم رئيس نقابة الممثلين مثلا فاهم ووضوع هيتغير جزريا طبعا لو انا وقالت وغيرنا الكلام ده وقالنا عايزين نجيب سويه رس بس امان وضوع تاني خالص تمام طيب انت ازاي بتهندل انا عارف انت بتقسمهم وخليك تشرح للناس يعني بيرز ويعني باورز فانت ازاي بتهندل لما انت طلعي نفسك محتاج تكلم باورز الكاليبر او السكيل بتاعهم ضخم جدا لأ ما هو ده بقى ايه دي دي جاءل ايه النقطة كبيرة ان انت نسبة ابروچ النتوركينج ده بتروح الايه ستارز على طول وهو حتى الاسكيلز بتاعته لسه مش قوي اوك في المحادسة في تعريف نفسه في بناء العلاقات دي فصعب ان انت تروح للكبار او بص النتوركينج دايما بيحكمها شوية عناوين لتسين هي عناوين نقولها عناوين شو المبادئ ونكبر الموضوع عناوين اول حاجة هل انت لما بطيق يتعرف نفسك لحد بيتعرف نفسك لحد كواحد عنده حاجة ملهمة ولا واحد تايع وضايع وخب ايدي وانا مش عارف ابدا منين واروح فين وما حاجة مساعدتك ومش عارف ايه فيه فيه ابروتش غير ابروتش في واحد عنده قصة وعنده حلم لو حكاه هيخش القلب وياخد عناية فهل انت عندك دي ولا انت بتأبروتش بشكل سلبي جدا دي دي نقطة النقطة التانية وانت بتأبروتش عندك اللي يثبت انك بازلت مجهود وان شخص مجتهد ولا ان انت كسؤول عايز حدي بالمعلقة يعني انا من اكتر الاسئلة اللي بتستفزيني خقيقي هم معادي يعني ارجو ان اي حد بيسمعنا يكون سألني السؤال دا يسمحني يعني ما يزعلش مني بس السؤال دا مستفزة قوي اللي هو ابدأ منين يعني لما انت تيجي بتتعرف علي او عايز تبني شبكة عرب فانت بتبعت لواحد مثلا انت نفسك تتواصل معايا شخص كبير جدا فتقول له انا نفسي اعمل اتعلم رسم ابدأ منين اوكي لو رد عليك يبقى الدراجل يعني ابو الكرم ابو الكرم بجد لان دا سؤال الدرايح مثلا لرسال مشهور تقول له ابدأ منين طب انت مثلا ما فيش اي دليل انت بازلت ايب اكون غير واحد مثلا يعني انا في مرة ودي كنت دايما بس تشهد بيه حتى انا واحد بعتلي بيقول لي انا قريت افضل عشر كتب في البابليك سبيكنج ولخصتهم في كتاب انا اللي كتبته وضفت عليه شوية خبرة كده من كومبيتيشن كسبناها في الجامعة كنا بنعمل احسن فكرة مشروع وخدنا المركز الاول فانا عندي خبرة في البابليك سبيكنج جمعت عشر كتب اكبر عشر كتب في البابليك سبيكنج وحطتهم في كتاب ونخصته نفسي تقولي رأيك فيه شايف الفرق واحد بازل مجهود وقريدي عنده حاجة ملهمة انه هو دخل كومبيتيشن وكسبه شخص مجتهد وبيعشق البابليك سبيكنج وبيحب الموضوع عنده passion عنده effort تبازل وبيتواصل معاك بمنتهى الادب والتقدير لما كانتك انه انت واحد من الناس الكبار وبيقوله انا متابعك بقى لي فترة طويلة ف يعني انت هل انت عارفني اصلا عشان انت جاي هل انت عارفنا مين يعني يعني انا فيه ناس مثلا بيبقى اول نقطة التواصل ما بينهم وبينهم وده يمكن اكثر استفزازا من السؤال الاولي ممكن السؤال التاني ابدأ منين ده برضو ننديله وعزله بس السؤال ده اسخن بقى انا عايز اتكلم مع حضرتك اه بس هيقول ليه ما اكش اي حاجة هو بيبعت ناس وده كتير والله العظيم كتير جدا لو صبحت انا عايز اتكلم او لو صبحت ممكن رقم تليفون حضرتك عايز اتواصل معك ضروري ايه ده ايه ده ايه ده فيه ناس وفيه دولك طبع اما هو بيردوش علي انا بعتل الناس بكبار بيردوش علي بعتل الناس بكبار ايه بقى بعتلهم ايه لازم تبعت فيه يبقى فيه وانت بتبعت فيه دليل ان فيه حاجة فيه انت فيه حاجة ملهمة you are sharing with them فيه sign ان انت شخص بازل مجهود تعبان على اللي انت بتعمله ده وشخص ايجابي يعني ودليل ان انت بتابعني انت عارفنا مين كويس ايه مش ان انت خبطت في بوست ريه كده فقلت يلا ان ان ارزعه اه مش بتكلم اي حد في الموضوع مش اي انفلوينسر تغير تكلم محمد تهمي بالتحديد انت عارفني وامتبعني وبقالك فترة وفيه حاجة في المحتوى بتاعي شدتك فانت بتتواصل معي بناء على ده لا بقين لي دول بقين لي ان انت عارفني بقين لي ان انت مجتهد وبقين لي ان انت ملهم انت جواك رؤية ملهم انت عايز تعمل حيات عندك حلم كبير جواك وتعنا نتكلم يعني لكن التواصل السطحي ونقول الناس وبتردش طبعا ابدأ بالقرايبين يعني اش لازم سويرس شوف رجل اعمال في اسرتك في الدايلة المحيطة بتاعتك قبل واحد زحبك الاول اقعد معاه قبل ما تقعد مع سويرس يعني فهم الرجل ده ازاي بالزبط الجيمز يعني او اي حد بيحب يلعب جيمز فيه ليفل زي جماعة يعني فيه ليفل ون لأ عشان توصل انت تتكلم مع سويرس لازم تقعد مع رجل الاعمال البسيط الاول قبل سويرس بكتير دي لك شوية نصايح يطور بيها يتطور بيها من نفسك فاتح على شوية فتتكلم مع الفوق وتتكلم مع الحد وتوصل تتكلم مع سويرس يعني فهم طبعا اقولي الناس انت مبسمهم انت بيرز و باورز انت ليك سيستم معين انا بسميهم جزئين انت اي مجال انت دخله لازم يبقى عندك فيه بيرز و باورز بيرز اللي هو ناس بيشاركوك نفس الشرف اللي في هذا المجال من فعش انا بحب الرسم ومعرفش ولا واحد بيحب الرسم في دايرة علاقاتي يعني اوك وفي نفس الوقت الباورز اللي هو ما الناس بقى المشهورين في المجال المؤثرين في المجال حد عنده جالري حد رسام مشهور حد بيدي كورسات رسم باورز مؤثرين ناس سابقينك بقى وعملوا انجازات في هذا المجال مش مجرد زملاء كده بيشاركوك لسه نفس الباشن فلازم يبقى عندك الاثنين دول في الدايرتا على رقب بتاعتك علشان تقدر يبقى تقول ان انا مسنود بناس منهم المنتورز منهم اللي عيدوني الاموشنال سبورت منهم اللي عيدوني التكنيكل سبورت وهكذا فدي مهمة جدا طب انا عايزك تحكي لناس انا عارف ان تلك اكسبرينس كتير مع باورز وقول لي احكي لهم مع القصة من قصص الكونيكشن بتاعتك عايزك بس تديني قصتين واحدة مع بير افصارت فيه كوي واحدة مع باور افصارت فيه كوي بس هو من الحاجات اللي ايه الناس دايما بتظن ان بيقول لك ايه التواصل مع الاجانب اسهل والمصريين ما بيساعدوش بعض يبقى فيه نظام المؤامرة وانت بتتواصل معه عشان تستمريني الكلام ده غير حقيقي بالمرة يمكن ال البرسبشن ان بس المثل من الاجانب ممكن لما فيبعت له ايميل عادي في المصريين مش قوي ان هم يرد على ايميل ممكن لو تواصلت معه عن طريق حاجة ثانية فلاتفور مؤامرة فهي هي المثل اللي بتفرق لكن مش البني البنيادم هو هو بنيادم لو اديت له القصة اديت له حاجة ملهمة ان انت مجتهد ان انت متابعني هيرد او هيستجيب على الال فطبعا انا من القصص اللي دايما بذكرها هو جيم كافكورت ده حبيبي والمنتر اللي عظم في حياتي واللي كتبني الفورورد لأول كتاب فده ده انا طبعا بذكره دايما لان ده لما بعتله اول كتاب لي ده فيروس كوت وما مش بهم انا كنت يعني بطمح ان هو بس يرد علي ان هو كان متوحش يعني هو في التاريخ واخد جايز اسمها كافت ياخدها ناس يتعدوا على صوابع كده في التاريخ هو واخدها فطبعا انا باتواصل معايا وانا بكتب مصدقتش ان هو رد علي فاطمعت شوية اكتر فوقت لي انا بكتب كتاب وكتب لي فشاف الكتاب قالي انا هكتب لك فورورد كمان للكتاب وكان ده يعني الاسباب الكبيرة اللي خليته بس خليل ايساسك لما انتو شفت الرد ده من فورورد مش ممكن ما ده بقى ده كانت لحظة فريقة فيه فهمي للناس النكحة قديهم مع دهم كمية كرم في غير ما احنا متصورين انه هم في برج عالي ما بيشايفين حد ولا بيسمعوا حد وعايشين في العالم الناس دي بقى عايزة تساعد تبقى خلاص شبعة نجاح ومتاعتها الحقيقية في ان هي تصطاد كده اللي ايه المواهب عارف وده طيب يترميزي انا كده بمستمتعين جد بس بس ادي له ادي له السيدز ادي له السببب ادي له وريه شففك وريه مجهودك اللي انت بازلته وريه ان انت مقدره بتحبه امتابعه ان هو رون موضل بالنسبة لك وريه حاجات دي هتلاقيه بيفتح لك ابواب فوق ما انت حتى تبقى يعني متصور يعني بالنسبة للبييرز بقى البييرز يمكن هم الكو فاوندر فعايف في فاشن بوينت انا اي بص انا اي مهندس لازم مي بير طب دقيا نفكر الناس تاني المهندسين بالنسبة لي احاجة غالية جدا من قدسين بس بس طبعا كو فاوندر فاشن بوينت وبذات يمكن محمد الجايرل لان انا اهرفه اكتر من محمد عباس من قبل محمد عباس بكتير فده كان مي دومينت بير هو رفيق الرحلة والكفاح رفيق احكي لك موقف هو محرق جدا يمكن يمكن والله ممكن تكون دي اول مرة اشير الموقف ده احكي بس انه مش حلو عن الطعب اه 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 معرفش جات في البداية بقى خالص البداية يعني هنا يمكن لسه في الجامعة اه وقت اي 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 فانا قررت كنت محبة جدا مكتب الجرئية زمان وقررت ان انا اعمل بقى مشروع اسم المكتبة المتنقلة احنا ناخد كتب البرسنال ديبلوكمنت وهنوصلها لحد الناس وهي عادة كده فانا واشتركين كنا في نادي الشمس انا وجاير فانزلنا انا جبنا شوية كتب كده العادات السابعة وبتاع وحطناهم في الشنطة معنا اعرف تاجر بالشنطة كده على الترافزات في النادي ممكن اخد من وقت حدريك مش عارف كزا ده كان جيار بقى هو اللي ايه يعني جيار هو اللي كان البايع وانا كنت لابس نضارة شمس وعارف دور كنبارس الصامت هو محمد تهامي خبير في التنمية البشرية اه يعني موجود معنا وقنا جايين نارد عليه الكتب فالناس كانت مزهولة ايه ايه ده والخبيب تاك كنبارس الصامت قاعد بان محرق جدا انا انتو مش قادر اتكلم بس انا عايز الفكرة انا عايز انا عايز انا نرفز الفكرة نفسي الكتب دي توصل حتى روحنا اتكلمنا مع صاحب مكتبة جرير في مصر هنا كان يعني موزع رئيسي ليهم اه قلنا له الفكرة فهو قال يعني انا معاكم اي كتب انتو عايزينها اهدهالكم ولما اتبعوها حيخد الفلوس بس انا المشروع ده مش هينجح لان الكتاب لازم يبقى عزيز الناس تجيله في مكتبة كده مش يترمى على الترابيزات وانتو فهوالنا معاني الدين لفرصتنا هنجرب بس احنا عايزين ننشر الفكرة ده والكتب دي لازم توصل لأكبر عدد من الناس وهنعمل فريق كبير فأنا كنت باز مش قادر خايف اتكلم ايه اتكلم مش قادر هتخيالك صراحة من الله دي من لابس نطلق شمس انا فاكر من لابس نطلق شمس كده وقايف قوي ولهو عمل دور جات وانا طالب في جامعة يعني انا مش لا فيش اي حي سي اللي هو عادي انت بجيب تكون جاي تبيع ترطة مسلا عادي فهي اي حاجة الكتاب الكتاب ده كان فيه وعد يعني قاعد تحرك معاليش احنا عطانا قال معاليش انا عب بزاكر انا عندي بتحمبك طب الكتاب العداد السابعة ده بقى كتاب مفيد جدا هيفيدك في الامتحانات يحاول يبيع حتى بخبرة الاستاذ محمد توامي خبيل الترمية بشرامة هنا بيرشح ان الكتاب ده من اهم كتب للناس اللي تهرأوا وكما انت تهزد مريك لا شوال النسخة طبعا ولا هزد مريك فلا هو اتحمل معايا كتير يعني هو ده رفيق قفاح بير ممكن اتحمل معايا مساخر يعني في بداية المشوار يعني الله يعرض فعلا يعني ممكن ما يساعدكش بس ممكن يشجعك يعني فعلا كان مؤمن بيا يعني انا يعني هو مؤمن بيا اي حاجة انا بقولها ما كانش بينتقدها ابدا مؤمن بيا ويلا هنعمل نجرب روح كده يعني يلا باش انت تقدر يلا مين لا والله بص يعني انا انا عجبتني قصية موضوع البيرز يعني الناس عادة في مصر فيه برضو لازمة تصاصع بالبيرز يعني حتى البيرز بيلاقوها صعبة ومعرفوش يوصلول له هاوي بقى فيه تجارب سيئة يعني جيل فيه وعد قرصني خدعني سرق مني حاجة فانا بقى بشك بقى في كل البنيات اه انا اقول لك على حاجة انا عايز اعلق على النقطة اللي انت وقلت بتاعت فكرة ان الناجحين بيبقوا عاجزين يساعدوا انا عارف ان فيه ناس مش كده يعني انا عارف ان فيه منهم اللي هو اللي انت ولا اللي في البرج العالي التينيك الرخم هو الفكرة بس ان فيه نقطة على نفسي كل ناس بقى دايما وعية بيها ده في كل حاجة بقى مش في موضوع النتوركين بس الوحش صوته عالي دايما دايما صوته عالي يعني هتلاقي الناس اللي حصلناها experience وحشة ومتأكد لازم يوصل لك experience الوحشة انا أكلت في المطعم ده ويالي تسمى مثلا انا مش عارف كلمت الراجل ده وضحك عليها ونصب عليها اللي بيمشي معاك دوني عادة ما يبقاش عنده سبب ان هو يحكي إلا لما يتسئل وممكن فيه ناس بتتابع ما أبدأ له أداري علشان ما تكتئيد يعني هو ممكن يكون عامل connections من هنا للسانة الجاية وعمره ما يقول لحد أي حاجة فبقى يعني أنا بحاول أقول ناس بس عشان الناس تتشجع ان هو يعني لأ الموضوع الpeers ده specifically يعني حتى أنا بالنسبة لي أنا موضوع الpowers يمكن معرفتش أسلك فيه قوي لسه بس موضوع الpeers هو اللي مشيت فيه والpeers مهم جدا لأن الوحدة في اللي انت بتعمله باشعة احسس ان انت بتعمل حاجة ومحدش فهمها غيرك دي قميق والموضوع ده يعني يعني عايزكوا تاخدوا وقت تفكروا فيه ان هو أعمق من مجرد ان انت ملكش ناس صحابك شاطرين أو كده يعني أنا مثلا ممكن تهمي صحبي حبيبي وإحنا بنشتغل مع بعض ومنسجل مع بعض بودكاست بس أنا عمري في حاجات مع عمري ما عارف أتكلم فيها مع تهامي specifically في الكتابة مش بتاعته هو مش مهتم وما يعرفش عنها وهو نفس الكلام في حاجات في البزنس هو أنا في كتبت أنا معرفش عنها حاجة ممكن نتناقش هنا فيها في حلقة بس إحنا عادينا على أمري ما نتكلم فيها فإحساس قميق ان انت تبقى حسن ان انت ان شفت حاجة مبارح ونفسي حكي عنها وما فيش حد عارف أحكي عنها فلا الpeers أنا من رأيي يعني ان انت في بداية الرحلة الpeers أهم بكتير من الpeers أنا طب ممكن جدا أنا أنا معنديش خبرة كبيرة في الكونيكشن مع peers زيك لكن أنا عندي خبرة في اللي بشوفه لأننا متابعة السوشال ميديا كويس وبشوف ناس كتير يعني نفسي أنا زكرنا مثلا الإجزامبل بتاع نجيب سويروس نجيب سويروس من الناس اللي كلنا بيتكلم على تويتر أي حاجة بيكتبها أي حاجة ينزل تحتي خمس تلاف كومنت كلهم اللي هو أنا محتاج منك حاجة ساعدني في كذا في ناس أكيد محتاجين فعلا مساعدة دفنت لي يعني بس هو كتر السبام ده أنا متخانو خليه واحد زي نجيب سويروس عمره بص أنا ما ستشاهدت أصلا خاص بص بص أنا احنا يمكن كلمنا في حلقة فاتت على فكرة السوشال ميديا والتنمر والناس اللي بتهجم وتشتم على كل بوست ميديا زكرنا صدقني دلوقتي في الوقت ده أنت لو بعت رسالة شكر من القلب لحد أنت بتقدره يقول جيت هزق التنش في وسط الشتين كتير دي تبعت رسالة شكر كده من القلب أنا متابعك وانت أصرت فيه في كذا وعملت كذا من جوة يقول دفنت لي جيت من غير أي حاجة يبقى يكون عايز منه حاجة فعلا أن رسالة من القلب مخلص أشك أشك أن أنت مش هيترد عليك وعارض نلجي يعني في وسط زحمة الشتين الإنسائد هو الهجوم والشتين والهجوم والشتين ويا سلام بقى لو أنت شفت مثلا حد من الباورز اللي أنت بتحبهم حط بوست أو تويت أو حاجة وجي عليه هجوم طبعا أنت بعت له رسالة إيه ده هو الباور هو محتاج صدقني بني هذا والله ممكن يكون محتاج أنا شفت البوست ده وشفت أن الناس حجميتك بس أنا عايز أقول لك أن البوست ده أنا فرق معايا اللي أنت قلت من كم سنة عملت اللي أنت قلت وده بالظبط وحصل في حياتي كذا وكذا وكذا أنت صح ممكن جدا ده تفري جدا كل قطة كمان هقولك عليها مش هتخسر حاجة يعني زيادة على اللي أنت بتقوله كمان الردود السلبية بتشجع الناس أنها ما تقولش حاجة إيجابية يعني أنت لو أنا داخل شفت فيديو عجبني وبقين دخلت على الفيديو بقصة على كومنس لقيت الناس كلها بتشتم للراجل سبب خش أنا أقوله الراجل ده كويس أنا هتشتم زيه فاهم لكن أنت فعلا لو ردته وقلت على فكرة لا يا جماعة الكلام ده عجبني ده بشتفل حتى بريفت آلا أنا أصد كمان أنت لو ردت جرد ردك ممكن يخلي واحد تاني خايف يرد يرد يعني فعلا بشوفها كتير سبيسيفيكلي على اليوتيوب المواطن ببقى ثرادز كده فأنت بتلاقي ثراد كده كله اشتيمة بس فيه ثراد تاني كله 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 كلام كويس يا جماعة عجبني الكلام يقول آه وأنا كمان أنا كمان استفدت وأنا كمان وأنا كمان وأنا كمان يعني أنت لو فعلا دي طريقة أصلا طريقة فالطرة في حد ذاتها أن أنت لو عجبك كلام توهمي قول لي توهم أنت عجبك كلامه أو شوف مين تاني عجبه وكلام توهمي ويسيبك من الداخلي يشتم توهمي يعني لا بس هو موضوع التنمر ده قميق جدا عموما يعني فكرة النتوركينج دي يعني زي ما بنقول كده أساسية لما فر منها يعني و والنقطة اللي أنت نوهت عنها في الأول واللي احنا محتاجين يعني ديها تبقى آخر حاجة واني في البيع الحالة عشان تمام او كده فكرة أنه المصلحة وأن أنا بكلم حد عشان يساعدني واب 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 أنا بشوف مناظر مؤلمة أنا حضرت إيفنت قريب أنا مش هذكر اسم الإيفنت ولا مين اللي كان يعني في الإيفنت ولا أي حاجة سكولا أنا أقول أني رايح على الإيفنت بإكسبيكتيشن بناء يعني على الماركتينج بتاع الإيفنت أنه هيبقى في نوع من النوع الاستفادة يعني وفرصة أن أنا قابل الناس زي في المجال يعني أنا راح تلقيت الإيفنت ما فيوش أي نوع من أنواع الاستفادة إطلاقا وهو باختصار محاولة من الناس أنه هو يربطوا في بعض وانطلع مصالح من بعض وكت عايزة ركع السراحة ف يعني مع تقلتش ما فيش حد هيرد عليك لو أنت بتتكلم كده ما فيش حد ما فيش توهمي عمره مايرد عليك لو أنت داخل هدفك الأساسي أن أنت محتاج منه حاجة مش عشان هو ما يقدرش يساعدك هو فعلا ممكن يكون يقدر يساعدك بس ما عايزة ساعدك أنت يعني بجد فأرجوك بلاش الأسلوب ده أنت كنت قولت قبل كده أنت في البييرز والباورز بتقول عيس خمسة أو خمسة أو كان فيه أرقام معينة أو حاجة ده دي حاجة تخص بقى الأكسلريتور بالذات مش قاعدة عامة في الناتوركينج يعني طبعا بندرب بس الناس بعدد معين لازم تبقى تعمل تكون العدد ده من البييرز والباورز عشان تقول أن أنت أتقنت خلاص الموضوع الناتوركينج would move to the next step في السيستم بس بس هي القادة العامة في الناتوركينج build it before you need it يعني اتعرف على الناس وكتر عدد علاقاتك قبل ما تحتاجهم لأن لو أنت علاقتك كويسة بالناس وقت ما تحتاج حاجة مش هتكسف أو هيبقى بانا يعني أنا لو جيت النهار ده من طارق اترابت منه طلب لا فيه رصيد كبير لكن لو أول مرة تعرف على طارق أطلب منه طلب هنا بقى فبلدت اتعرف على طارق مش طارق ده كاتب انت بتحبه اتعرف عليه بغض النظر بقى انت هتحتاج منه ايه في مشوارك في الكتابة أنا لسه ما عرفش بس أنا اتعرف على طارق صح بقى طارق بقى لي ثلاث يان بلف على البابلشرز وعدت معا بتاع خمسة وبيدوني اوفرز أنا مش شاف ان هي فير ممكن تقولي رأيك في القصة دي ايه ده بازل مجهود ايه ده امتبعني وعليه فترة ايه ده ملهب كتب كتابه عايز يسعى وعايز ينشره اساعد وهكذا فنفس القصة فبس بس يبعت رسائل شكر ايه بعد تهنيئة احضر فيها الشخص ده وسلم عليه شكرا انا حضرت مرة ما بقاش مصدق يعني كان ايفنت الاحمد الشقير ايه اه وهو يعني متواضع جدا جدا ودايما منسباب ينعيد على بعض وبعت لي نصف المنضائية من كتابه اللي هو اربعون ايه فاول مرة كان يعني رحت حضرت ايفنت مخصوص وانا رايح عايز اشوف ايه مصر وكان بيعمل ايفنت كبير جدا وشفته داخل كده بقى من الجنب كده فانا رفت داخل في الاودة اللي هو قاد فيها وكنت كاتب له يميل وطلو انا هقابلك فهو منتظر يعني انا مش فاك مش طب عليه فدخلت فطبع المنظمين وبتاع انت حاكمين وبتاع وطلو ساني يعني هاد ديله حاجة هو قوله بس محمد تهامي هو فقاله في محمد تهامي فخرجلي اه لانه وطلو كذا وطلو ايه نسخة كذا بهي هتمنى تعجبك وانا عارف ان تطلع لتتكلم دلوقتي عن الستيتش ومش هطول معاك شكرا اه بس هتعملوا اوديو امتى هنتكلم بعدين تروى بس انها دي بس ده نسخة من الكتاب هدية ومسلمت عليه مبقاش مصدق ايه ده مش عايز تصور معايا مش عايز فهم كل الناس كل اللي شفوه عايز تصور معايا عشان يحط سوش ال ميديا صورت مع شبيري انا اللي بكتش عايز تصور معايا ولا كنت عايز اعمل حاجة انا عايز اوديله شكلي بس وسلم عليه وديله الكتاب بهدية واقول له شكرا على كل الانت دي كانت اول مرة اشوفه قبله قبل التواصل بالعملات يعني بس اول مرة اشوفه face to face فهي كان build it before you need it يعني حكما عمقارية الصراحة وانا شايف انها نقطة ممتازة نقفل عليها الحالة build it before you need it يا جماعة ويعني والله هكما تتطبع على كل حاجة واستحنا النهاردة specifically on networking build it before you need it ابني قاعدة يعني لما يبقى عندك صحابة هيساعدوك لما تريح بتنده يا جماعة انا عايز حد يساعدني غريبا ممكن ما تلاقيش حد يرد عليك بس كده وكده ننهي الحلقة بتاعت النهاردة توهمي شكرا 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 اشترككم لو سنستمعكم مع السلامة